المجلس الانتقالي يهدد بتصفية اتباع علي عبدالله صالح حفاش تفاصيل عاجلة الان للمزيد من الاخبار لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وجه المجلس الانتقالي المنادي بانفصال جنوب اليمن اقوى تهديد لمخافظ المؤتمر في حضر موت يتي ذلك في اعقاب فشل المجلس ترويض المخافظ لاجندته وقال رئيس الانتقالي بحضر موت سعيد المحمد في منشورا على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي ان ثورة الانتقالي في حضر موت مستمرة ولن تسمح بعودتهم وانهم لن يسمحوا بعودة من وصفهم بجلادين عفاش ولو كان على رأسهم المخافظ ووصف الصحف الحضرمي صبر بن مخاش تصريحات المحمد بانها تهديد بتصفية المخافظ بماضي وكانت قوات الامن في المكلة اعلنت قبل ايام افشال انقلاب على المخافظ وتأتي هذه التطورات في اعقاب اعلان بن ماضي رفضه التبعية للانتقال في عدن وتحذيره من تدعيات اقتحام المخافظة النفطية وتشير التطورات الى فشل الامارات التي استدعت في وقت سابق بن ماضي في ردم فجوة الخلافات بين القوى اليمنية الموالية لها وهي مؤشر ايضا على ان حضرموت تتجه نحو منعطف خطير ترجمة نانسي قنقر